أكد وزير الخارجية سامح شكري ضرورة إنفاذ هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة وضرورة تكاتف الجهود الدولية لضمان النفاذ المستدام للمساعدات للتخفيف عن الأشقاء الفلسطينيين وشدد شكري خلال تصالين هاتفيين مع وزيرة خارجية استراليا ووزيرة خارجية التشيك على مخاطر توسع الصراع شهد لتصالين التقييمات حول مسارة التحرك المحتملة لإنفاذ هدنة إنسانية فورية في غزة وضرورة الدخول الآمن والكامل والمستدام دون أي عوائق للمساعدات الإنسانية والإغاثية